تخيلوا لو عندكم كرت RTX في جهازكم من انفيديا ويمديكم أفضل بكثير مع الأدوبي، فوتوشاب، البريمير، اللايت روم وحتى في المونتاج ومع شيء كثيراً دعونا نثبت هذا الموضوع كيف يحدث السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحكم فصل السيف اليوم سأتحدث عن تقنية وفرتها شركة انفيديا للمصممين ومحررين الفيديو اسمها انفيديا ستوديو وبكل بساطة هو برنامج تشغيلي لكروتل RTX سيساهم في تقديم سلاسة عالية في التطبيقات التي تحتاج قدرة رسومية عالية دعونا نشرح لكم أكثر عن نفس التقنيات انفيديا ستوديو درايفرز هو برنامج تشغيلي أو تسموه درايفر تم تصميمه للمصممين وهو حالياً موجه الكروت RTX من انفيديا البرنامج هذا سيركز على الاستفادة من قدرات الرسومية في المعالج الرسومي لتقديم أفضل أداة تحتاج التطبيقات تحرير الفيديو والتصميم بالذات في 3D سيساهم أيضاً في تقليل الأخطاء والمشاكل التي تواجه هذه التطبيقات وتقديم أفضل استقرار ممكن أثناء استخدامها للتوضيح، طالما كان كرت الشاشة لديكم من سلسلة RTX تستفيدوا من مزايا الانفيديا ستوديو درايفر ومزايا الجي فورس إكسبرينس وهي برنامج تشغيلي للألعاب دون أي تعارض أو مشاكل إنفيديا وفرت لابتوبات مخصصة للستوديو درايفر بالتعاون مع المصنعين وهنا عتاد هذه الأجهزة سيكون معالج أساسي ومعالج رسومي وذواكر عشوائية وحتى الشاشات وكلها ستكون موجهة بشكل خاص للمصممين وأيضاً للمحررين بحسب شركة انفيديا، انفيديا ستوديو درايفرز تصدير الفيديوهات في تطبيق البريمير سيكون أسرع حتى 2.1 مرة في تطبيق ديفينشي ريزولف الذي يستخدم في تحرير الفيديو وفي تصحيح الألوان الأداء فيها سيكون أسرع بفارقة 50% وحتى في تطبيقات تعديل الصور مثل الأدابي لايت روم الأداء في التحرير أسرع حتى 5.5 مرات وأكيد سأفعل اختبارات للانفيديا ستوديو وقبل أن أستعرضها لكم سأعطيكم نظرة على اللابتوب الذي قمت بها وهو الاسوس زينبوك برو 14DU OLED وهو أحد اللابتوبات الداعمة بشكل مباشر لبرنامج انفيديا درايفر ستوديو واللابتوب هذا يتميز بإمتلاك لشاشتين الأولى OLED بحجم 14.5 إنش بدقة 2.8 كي وتردد 120 هتز والثانية عريضة تدعم اللمس وهي فوق لوحة المفاتيح مباشرة المعالج الرسومي هنا هو الـ NVIDIA RTX 3050 Ti يجيب ذاكرة 4 جيجا من نوع GDDR6 وتردد يصل لـ 1485 ميجا هرتز المعالج الأساسي هو Intel i7-12700H يجيب 6 أنوية للأداء وثمانية أنوية للكفاءة أيضاً الذاكرة العشوائية 16 جيجا بايت من نوع LPDDR5 اللابتوب يمتلك بطارية دوم حتى يوم كامل تقريباً مع استخدام المعتدل ومن ناحية الصوتيات يدعم Dolby Atomos ويعطيه أداء صوتي جداً عالي الآن أذهب إلى التجربة وسيكون بين ZenBook والMacBook Pro 16 M1 Max وبسم الله أبدأ في الإختبارات أول شيء، لو رأينا تطبيق Blender Open Data GPU هذا الاختبار مقسم على ثلاث خانات والرقم الأعلى هو الأفضل ونبدأ بالخانة الأولى وهي المونستر والنتيجة كانت كالتالي Asus ZenBook Pro 14 Deo عطى حدود 697 نقطة أما من ناحية MacBook Pro 16 M1 Max أعطى حدود 427 نقطة هناك تفوق نذهب إلى خانة Junction الاسوس عطى حوالي 250 نقطة أما الماكبوك عطى 215 نقطة تفوق أيضاً لجهة Nvidia في اختيار الـ Classroom، الـ ZenBook Asus أعطى 363 نقطة أما الماكبوك برو 16 M1 Max أعطى 205 نقطة فهنا النتيجة كما رأيته من ناحية البلندر، فالتفوق يذهب إلى الاسوس ZenBook Pro 14 Deo عندما نذهب إلى إختبارات Geekbench 5 والتي تعودنا عليها، نذهب إلى الكمبيوت الذي يستخدم المعالجة الرسومية باستخدام OpenCL النتائج كانت كالتالي من ناحية الاسوس، أعطانا 61937 نقطة أما الماكبوك، فأعطانا 56426 هنا نلاحظ الفرق الكبير والتفوق الذي جاءهه لابتو بلايسوس ZenBook مع Nvidia Studio Driver مقارنة بالماكبوك برو الآن، الخلاصة يا جميع Nvidia Studio Driver سيقدم لكم قفزة كبيرة في الأداء الرسومي للتطبيقات التي يحتاجونها المصممين ومحررين الفيديو، وسوف تختصر العناء والوقت وهذا غير أنه أكثر كروة الشاشة وخصوصاً فئة RTX تدعمها وممكن لا تضطروا أنكم تشتروا لابتوب جديد يدعمها إلا لو لم تكن مدعومة عندكم الأساس فهنا قيموا إحتياجاتكم وشوفوا إيش الأنسب لكم على أساس تعرفوا أن هذا الدرايفر الذي جاءته Nvidia سيعطيكم بوست كبير قفزة في الأداء على أجهزتكم التي أصلاً فيها RTX حملوا واجربوا وإن شاء الله سيكون لديكم شيء ممتاز من ناحية التجربة نهاية الفيديو، سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفركم أتوبوا لك، أراكم الأخير بإذن واحد أحد